أهلاً بيكو وشكراً لست ضغطي المحضرة النهاردة التائتل بتاحها Towards Data-Driven Design A Case Study on Leveraging Open Data and Machine Learning وهنشرح الكلمات دي كلها معناها أي بس بداياتاً أنا حالياً Associate Design Systems Analyst في الـ Applied Research and Development Department في Foster and Partners وبدرس برضو في University College London The Bartlett School of Architecture أنا كنت عملت my Bachelor of Science Architectural Engineering و Environmental Design في الأكادمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر وبعد كده عملت المحضرة النهاردة جزء منها ليه علاقة بالرسالة بتاعتي المسترز اللي كنت عملتها وليها علاقة برضو بعض من الشغل اللي احنا بنعمله في Foster and Partners أعذروني من الأول لأن بعض الكلمات اللي هنستخدمها بترسها بالإنجليزي معظم الوقت فممكن العربي بتاحها ما يكونش حاضر في ذهني بس لو في أي حاجة قلتها صعب عليك وتفهموها ممكن تسألوني في التشات وحاول أن أنا أفسرها بالعربي أكتر بالتأكيد من الأول الحاجات اللي هنتكلم عليها هنتكلم يعني أي AI ويعني أي machine learning هنتكلم عن طرق تعلم مختلفة للماشينز هنبص على مثالات مختلفة وهنشرح شوية case studies بتفصيل اكتر بس قبل ما نبتدي هنبتدي بvery quick introduction ليعني ايه machine learning كل حاجة ممكن تكونوا سمعتوها كتير AI سواء في news او في research papers او في articles وهي اختصار لكلمة artificial intelligence او ذكاء اصطناعي يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ لو سألنا السؤال ده هنلاقي ان الكلمة نفسها بقت بتعبر عن حاجات مختلفة كتير جداً وبتعبر وكل حد بيستخدمها بالطريقة اللي هو عاوزها كان فيه استقصاءة عمل مؤخراً عن حوالي 2800 startup في يوروب بيدعوا ان هما بيستخدموا AI في products او services اللي بيقدموها ولقوا ان حوالي 40% من الشركات دي مبتعملش اي حاجة لها علاقة بAI علشان كده مؤخراً ابتدى يظهر كلمة تانية حاجة اسمها AGI او artificial general intelligence وهي اللي الناس في الـ research papers ابتدوا يستخدموها علشان تحل محل AI اللي بقى الناس بتستخدمها بالطريقة اللي هم عاوزها اول حاجة machine learning مش AI او التعلم الاعلي مش هو الذكاء الاصطناعي لو جينا نبص على الصورة دي هتلاقوها بتوضح شوية الفرق ما بينهم الذكاء الاصطناعي هي الـ umbrella الكبيرة اللي تحتيها حاجات تانية detailed مختلفة الـ artificial intelligence كـ research معني اكتر بان هما يدوروا على طرق يقدروا يخلوا بيها الالات ان هي تحاكي الطريقة اللي احنا كبني أدمين بنتعامل بيها او بنفكر فيها او بنـ react بيها لحاجات مختلفة في الـ environment حوالينا ده الـ general field of research تحتيه حاجات كتيرة جداً واحدة بس منهم هي machine learning ومشين ليرنين كـ field of study هو معني باستخدام statistical methods حاجات لها علاقة بعلم الإحصاء وازاي ان احنا نقدر استخدمها ان احنا نعلم المشينز ان هما يتوروا من نفسهم عن طريق اكتساب خبرات من الـ environment اللي احنا بنحط المشينز فيها وتحتيها كمان بردو كلمة ممكن تكونوا هتسمعوها لو ابتديتوا تقرؤ عن المواضيع دي حاجة اسمها deep learning وده بردو field of research معني بازاي ان احنا الـ models او الطرق اللي احنا بنعلم بيها الالات دي نقدر ان احنا نبتدي نعمل لها scaling up بحيس ان احنا نقدر نستخدم الـ recent advances في computational powers في الـ processors بتاعت المشينز او الـ graphic cards اللي احنا بنستخدمها في المشينز وازاي ان احنا نقدر نستخدم الـ advancements دي كلها بحيس ان احنا نحسن الطرق بتاعت التعليم للالات اللي الناس عملوا لها development لو جينا نبص اكتر اين حاجات التانية اللي موجودة as a sub-field artificial intelligence هنلاقي حاجة زي natural language processing ازاي ان احنا نقدر نقرأ كلام ونفهم معناه او نخلي المشينز تقدر تعمل كده حاجات ليها علاقة بـ speech recognition لو حد بيتكلم بصوت ازاي نحنا نقدر نحول الصوت ده برضو لـ knowledge او كلمات نقدر نعمل لها search نقدر نعمل لها indexing حاجات زي expert systems robotics vision ازاي نحنا نعلم الكمبيوتر لما يشوف صورة يفهم ايه اللي جواها وازاي ياخد قرارات based على الحاجات اللي جوا الصورة دي كل دول fields of research مختلفة ووسعة وضخمة وتحتها حاجات تانية كتير بس الهدف من كل دول if we manage ان احنا نبرفاكت كل الحاجات دي هنوصل في الاخر theoretically لما هو الذكاء الاصطناعي الفكرة برضو ان التعريف بتاع الذكاء الاصطناعي ده حاجة عمالة بتتطور كل لما بنفهم اكتر ازاي احنا كابين قادمين بنفكر وكل برضو لما بيبقى فيه technological advancement جديدة فهو التعريف مش ثابت على مدار الزمن خمسين ستين سنة فاتوا لو كنتوا وريتوا ناس application على الموبايل بتاع chess شطرنج ممكن يكسب بالأدمين كان بالنسبة لهم هيبقى هو ده ذكاء اصطناعي بس دلوقتي لما بنشوف applications زي ده هو حاجة عادية جدا زي applications تانية كتير فدي برضو حاجة مهمة ان التعريف بتاع الكلمة بيختلف على مدار الزمن كل لما بنفهم اكتر ازاي احنا كابين قادمين بنفكر قبل ما نبتدي ندخل في machine learning مهمة جدا نعرف يعني ايه programming او software development software development ازاي احنا بنقدر ندطور برامج للكمبيوتر هي دايما معتمدة على programming و programming concept هو العملية بتاعت ان احنا نرشد حد يعمل حاجة بان احنا نديله اوامر معينة لو اتباحها هيوصل في الاخر ان هو ينفذ الحاجة اللي احنا كنا عاوز لها وده يعني حاجة موجودة في سواء انا بعلم كلب ان هو يعمل لما اديله امر معين يعمل behavior معين او موجودة في ان انا اتحكم في robots with drones and so on او موجودة في ان انا اتحكم في برامج على الكمبيوتر قداني تخيالوا كده ان احنا عندنا المشكلة دي فكرة ان احنا عندنا روبوت وعاوزين نعديه جوا المتاهة دي تخيالي النحي الثانية الطريقة التقليدية بتاعت ان انا احل مشكلة زي دي ان انا هجيب مهندسين او software developers هبتدي اقول لهم قدي لهم brief عن ايه اللي انا عاوزه ويبتدوا يبصوا على ايه كل الاحتمالات بتاعت الروبوت ده ممكن يقابلها من خلال المتاهة وكل احتمالية حدوث امره معين في ال environment اللي حواليه هيحددوا ايه ال reaction اللي الروبوت المفروض ياخدها لو مثلا لقيت قدامك حيطة وعلى يمينك حيطة يبقى انت مصروب لي ممكن تمشي اما شمالي اما ترجع الواره وانسوا ان هما حددوا كل الاحتماليات اللي ممكن تحصل في ال environment اللي حواليه يقدروا ان هما يعملوا برنامج ايا كانت اللغة البرمجة اللي هيستخدموها ان هما يعملوا definition للبرنامج ده بس هيقدروا ان هما يدوا اوامر للروبوت بحيث ان هو given حاجة معينة في ال environment هياخد قرار معين بعد ما يعملوا كده الروبوت هيقدر ان هو يعدي ناحية تانية هل ده معناه ان انا قدر ياخد نفس الروبوت ده ووديه الغابة مثلا؟ هنا فكرة الحاجات الغلط اللي بتبتدي تحصل وانس ان حاجة معينة في ال environment حصلت المهندسين والمبرمجين ما اخدوهاش في الاعتبار هنا هيبتدي يحصل failure ده صورة من Boston Dynamics ال iterations الاولية اللي كانوا بيعملوها وانس ان حاجة صغيرة جدا حصلت في ال environment ما اخدوهاش في الاعتبار هيبتدي يحصل failure سيكده هل فيه السؤال هل الفيل بتاع machine learning معني بيه هو هل فيه طريقة ان احنا نقدر نخلي الماشين تتعلم لوحدها ال operations او ال instructions او الارشادات اللي ال engineers وال software developers قعدوا مع بعض وحددوها بطريقة explicit هل الماشين تقدر انها تتعلم الحاجات دي كلها لوحدها علشان نشوف هل ينفع ولا لا محتاجين ان احنا نبص على احنا كبني قدمين بنتعلم زي طرق التعلم بتاعتنا نقدر ان احنا بطريقة general نوزحها تحت حاجة اسمها curated learning و uncurated learning اللي هو طريقة التعليم اللي بنتخذها في جامعة او في مدرسة ان انا في حد قعد عمل development curriculum لمنهج وهيبتدي يديني المنهج ده و at a certain point هيختبرني في هل انا فهمت الحاجات اللي هو الدهاني ولا لا دي فكرة curated learning uncurated learning اللي هو كل الحاجات اللي احنا بنتعلمها عن الحياة من خلال just being alive ان احنا عايشين وبنتعامل مع ال environment اللي حوالينا وبناخد sensory inputs و based على الحاجات دي كلها بنبتدي نتطور من نفسنا الحاجة ال common ما بين الطريقتين بتوع التعليم هي ال data او ان experience بتاعتنا بتيجي من ال data اللي احنا عمالين بناخدها ك input سواء من مدرس او سواء من ال environment حوالينا لو جينا نبص عن على example يعني ايه احنا نتعلم حاجة تخيلوا كده عندكو ألم والألم ده عاوزين ان انتو تحطوه على صدعكو كده علشان يبقى balanced most probably من اول مرة هتفشلوا والألم ده هيقع لو فضلتوا تحاولوا تاني هتبتدوا تحركوا في اتجاه معين في اتجاه تاني هتبتدوا تشوفوا ازاي يقدر تقدروا توقفوا على صدعكو ده it's a learning process you're trying different things لحد ما هتوصلوا للحل خلال ال process دي ممكن تكونوا بتاديتوا تفكروا في شكل الألم عامل ازاي cross section بتاع الألم عامل ازاي ومن الحاجات دي كلها ازاي نقدر ان احنا نpredict final center of gravity بتاع الألم ده الفكرة ان انا دلوقتي لو اديتلكوا ألم تاني بعد ما عرفتوا تعملوا balance للألم ده على صدعكو again هتفشله لان المعطيات بتاعت الألم الجديد دي مش هي هيها المعطيات بتاعت الألم اللي قابله فاي حاجة تعلمتوها في المرحلة اللي فاتت مش شرط ان هي تفتكوا قوي في المرحلة الجديدة بس لو ابتديتوا عاوزين تعملوا الموضوع ده لكل الإقلام اللي في الحياة عاوزين تبقوا experts في ان انتو تعرفوا تعملوا balancing الألم على صدعكو هتبتدوا تبصوا على كل الإقلام دي وتبتدوا تبصوا على الparameters او المعطيات بتاعت الألم كcross section كprofile وتقدروا تبتدوا تبصوا على final center of gravity وبيزد على الحاجات دي كلها هتبتدوا ان انتو تبنوا خبرة في ازاي ان انا اول لما اشوف ألم اقدر أبريدكت فين النقطة اللي لو قفتوا منها على أصباعي هيقف هذا يسمى the learning process هل ال learning process دي ممكن ان احنا نخلي الآلة تعملها مع نفسها او الماشين تعملها مع نفسها؟ الفكرة كلها ابتدت في 1805 كان في الفكرة كلها كمان مبنية على المعادلة اللي قدامكو دي لو مش عارفين المعادلة دي بتاعت ايه؟ المعادلة دي معادلة بسيطة جدا بتاعت خط مستقيم ان انا لو جالي تخيلوا كده ان انا لو عندي لو عندي x axis في graph مثلا ده y وده x وابتدى يجيلي هنا ارقام من 0 ل 10 مثلا كل رقم من الارقام دي لو اخدتها حطتها في المعادلة دي هيطلع لي قيمة لل y لو فضلت اكرر الموضوع ده على كل رقم من الارقام اللي موجودين في ال x هلاقي في الاخر ان انا رسمت خط مستقيم وفي هنا حاجتين كده ما تكلمناش عليهم دول بنسميهم constants حاجات مش هنغيرها في المعادلة دي بس الحاجات دي لو حصل ان احنا غيرناها هنلاقي ان هما بيغيروا في شكل الخط واحدة منهم هنلاقي ان هي بتغير في slope بتاع الخط هتحرك الخط فوق او لتحت فالشخص اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ارجين مريلو جونج كان قاعد في القوضة بتاعته وكرر ان هو عاوز يجرب يشوف لو يعرف نجمه معين في السنة كمان كم سنة هيبقى موجود فيه كان فيه نجم هو عمال يشوفه على مدار كذا سنة وعاوز يشوف لو يقدر بطريقة معينة المكان بتاعه بعد سنتين او ثلاثة المشكلة دي اعتقد هتكونوا شفتوها في المدرسة او في الجامعة قبل كده ان انتو عندكو زي جراف فيه شوية نقط محطوطة راندملي والأبجكتف بتاعكو ان انتو تلاقوا line of best fit ايه اكتر line ممكن احطوا ما بين النقط دي بحيس ان هو يكون المست عليهم كلهم هذه الطريقة اللي هو يقدر يبريدكت بيها النجم هيكون فين كمان كم سنة لانه لو عرف يلاقي الخط ده اللي ماشي على اماكن النجم اللي شافها السنين اللي فاتت يقدر ان هو يروح لنقطة جديدة ما شافش فيها النجم قبل كده اللي هي مثلا كمان سنتين او ثلاثة ويشوف هيتقاطع مع الخط ده فين وده كده هيكون عمل علشان يقدر ان هو يلاقي الخط ده عمل حاجة اسمها method of least squares method of least squares دي اللي هي بتعملها خلوني هفرقكو كده سريعا ده الاكواشن بتاعتنا اللي هي ax plus b وعندنا هنا في شوية ارقام variables بنغيرهم ال a هتلاقو ان هو بيغير ال slope بتاع الخط وال b هتلاقوه بيحرك الخط فوق وتحت فممكن ان انا اطلع خطوط كتيرة جدا ازاي يعرف من الخطوط دي كلها مين احسن واحد للمشكلة بتاعتي فابتدى ان هو يكالكليات حاجة اسمها الر قد ايه الخط بتاعي ده بعيد عن كل النقط يقدر ان هو من كل نقطة يشوف distance للخط ولو جمع distances من كل النقط للخط ده هيجيله في الاخر الر والهدف بتاعه ان هو يقلل القيمة دي هيقعد يلعب في a و b كده لحد ما يلاقي خط معين هيديله minimum error ويبقى هو ده الخط اللي بيوصف الحاجات اللي هو شافها في الحقيقة جيب عديها في 1909 حد اسمه هو Nobel Prize Winner وعمل mathematical formulation لازاي المشكلة دي ممكن تتحل او ممكن ان احنا بطريقة iterative نوصل للاحسن حل الطريقة اللي هو عمل بيها كده الانتوشن وراها interesting جدا اللي هو لاحظوا ان احنا لو سبتنا واحد من اللي هما اللي هي الرقم اللي بيغير ده إيه الأرر بتاعنا، وعملنا له plotting على graph، هنشوف المنظر ده حاجة بنسميها inverse bell curve، الـ inverse bell curve ده بيعبر عن إيه؟ بيعبر أن احنا فيه رقم معين لو حطناه للـ A، رقم هنا في مكان ما تحت خالص، ده هيديلنا أقل أرر لو رحنا مغيرين A في الاتجاه الـ positive أو في الاتجاه الـ negative من الرقم ده، الأرر بتاعنا هيبتدي زيد فالهدف من اللي احنا عاوزين نعمله إن احنا نلاقي اللي هي النقطة اللي تحته خالص دي الماثيماتيكال formalization اللي هو عملها للمشكلة دي، الـ intuition وراها بالضبط تخيله كأنه بتستخدمه gravity علشان تلاقوا النقطة دي، لو احنا تخيلنا إن احنا عندنا الـ bell curve ده الـ inverse bell curve ده وحطينا الكورة في أي مكان using gravity الكورة دي هتنزل تقف عند النقطة اللي تحت دي، اللي هي أحسن solution للرقم بتاع إيه؟ فده الـ visualization بتاعها، لو تخيلتوا إن على الـ y-axis ده الـ error بتاعنا، وإحنا الهدف من اللي احنا بنعمله إن احنا نلاقي الحاجة اللي هتديلنا أقل error، فالكورة الحامرة دي أياً كان المكان اللي احنا هنحطه فيها لو استخدمنا gravity، الكورة دي هتفضل تقع لحد ما توصل لمكان، هتفضل سبتة فيه ما بتتحركش، والمكان ده هيبقى هو أحسن حل للمشكلة بتاعتنا. بيقدر يجبها إزاي إن هو again لو جاب الـ slope بتاع النقطة دي في أي مكان، يقدر يعرف فين فوق وفين تحت، تخيلوا إن إنتوا على جبل، وعلى الجبل ده لو استوا الـ slope بتاعكو هتعرفوا فين الاتجاه اللي لو مشيتوا فيه هتبقوا ماشيين عكس الجبل، وفين الاتجاه اللي لو مشيتوا فيه هتبقوا بتنزلوا الجبل، فهو ده اللي بيحاول إن هو يعمله، ودي حاجة سماها gradient descent، والgradient descent algorithm ده هو واحد من أهم الـ algorithms اللي بتستخدم في machine learning. الفكرة كلها وراء machine learning هو إن أنا بدي model أو algorithm أو complex mathematical formula input، وبدلها أنا عاوز الـ output بتاعي يكون إيه؟ وبطريقة ما لو فضلت عمال مشغل الموضل ده إن أنا بعلمه إزاي given this input إديني الـ output ده، هو هيتدي يحاول يلاقي إيه الـ correlation ما بين الـ input والـ output؟ إيه الـ state بتاعتي اللي تخليني أجاوب الجواب اللي إنت عاوزه as an output لكل input هتدهوني؟ ده ببساطة جداً الفكرة بتاعة machine learning، بدل ما إحنا الـ traditional way بنكتب code علشان نحل مشاكل مختلفة، لأ، إحنا هنجيب data، وهنديها لـ generic algorithm، والـ generic algorithm ده هيحاول إن هو يبني logic بتاعه هو، إزاي إن هو يجاوب أو يدلنا outputs based على الـ inputs اللي إحنا دينا هنا، تخيلوا كده مثلاً إجزامبل تاني، تخيلوا إن إحنا هنا بنبص على مثلاً عدد الساعات اللي إنتو نمتوها، وعدد الساعات اللي إنتو ذكرتوها، والـ output بتاعنا، الدرجة بتاعتكو في امتحان آخر السنة، فتخيلوا، فتخيلوا مثلاً على الـ x-axis عدد ساعات النوم، وعلى الـ y-axis عدد ساعات المذاكرة، وفي الـ z-axis الدرجة اللي أنا جبتها في الامتحان آخر، الحاجات الصفرة دي هي الحاجات اللي أنا شفتها، هي الحاجات اللي أنا قدرت أعمل استقصاء أو إحصاء، وأشوف التلميذ ده مثلاً زاكر عدد الساعات دي، نام عدد الساعات دي، وده كان الـ grade بتاعته في الآخر، أنا عاوز بقى ألاقي طريقة أقدر أبريدكت بيها الدرجة لكل الناس اللي هما النقط الرمادي دي، اللي أنا ما شفتهمش قبل كده، ما عرفش الحل ممكن يكون عامل إزاي، ده description لسؤال ممكن نسأله لـ Machine Learning Algorithm، اللي بيحصل إن إحنا في الأول خالص، الـ Machine Learning Algorithm ده، هيبتدي للنقط اللي هو ما شفهاش قبل كده يتجاوب إجابات غلط تماماً، random، اللي هو بقوله لو حد زاكر عدد الساعات دي ونام عدد الساعات دي، درجته في آخر السنة هتكون كام؟ هيوحمديني رقم random، وده represented by اللي هي السورفس الرمادي دي، اللي هي مش مشية على أي حاجة من الحاجات اللي إحنا شفناها في الحقيقة، بس by time لما بتدي اسأله السؤال ده كزا مرة، مئات، ألفات أو مليون مرة، أفضل اسأله نفس السؤال، وصلح له لما يجاوب غلط، بتبتدوا تلاقوا ان الـ Machine بتبتدي أو الـ Algorithm بيبتدي يلاقي الـ Logic بتاعه أو بتاعته ان هو يدلنا الإجابة الصحة، وفي نفس الوقت هنلاقيه ان هو بيبتدي يعمل حاجة اسمها Generalization، الحاجات اللي هو ما شفهاش في النص، الإجابة بتاعتها هتكون ايه؟ فهنا هتلاقوا ان الـ Surface دي ابتدت عمالة تغير من نفسها علشان تبقى ماشية على النقط البيضة، اللي هي الـ Answers اللي إحنا عارفينها، بس في نفس الوقت as a byproduct هتلاقوا ان الـ Surface دي ابتدت تدلنا Definition، فما بين النقط اللي إحنا شفناها، إيه اللي بيحصل في الحاجات اللي إحنا مشوفناهاش؟ فدلوقتي وانس إن أنا جبت الـ Surface اللي في النص دي أقدر أروح أسأل الموضل لعدد ساعات نوم وعدد ساعات مذاكرة أنا ما شفتهاش قبل كده، ف وبدتلوقتي وهو ما شفتهاش قبل الـ وانسراد هذا الدرجة في حان السنة، الضربة في الزرورة ممكن تكون كائمة، بس الترمز بتاعت كل واحدة ان انا لو عندي مدرس والماشين لرننج موضل باسف قاعد في الكورسي كده ما بيعملش اي حاجة ده بنسميه سوبرفايزد لرننج ده اللي هو زي المدرسة بالظبط انا قاعد في الكورسي المدرس بيدخل عمالي وريني انفورميشن وانا باسف مش با انتر اكت مع الانفورومنت اللي حاليه في حاجة تانية اللي هي رينفورسمينت لرننج اللي هو برضو نفس الفكرة انا في مدرس بيساعدني still بس المرة دي انا اكتب عمال بغير وبجرب حاجات بنفسي وبيزد على اللي انا بعمله ده المدرس بيديني فيدباك ومنه اقدر ان انا اطور من نفسي وفي حاجات تانية زي انترينزك موتيفاشن او اكسبوراشن لرنج Supervised Learning واحدة من التاسكس اللي بنقدر نعملها بيها حاجة اسمها Classification ده واحدة من ابسط التاسكس اللي بنقدر ان احنا نستخدم فيها Machine Learning السؤال بتاع Classification بيبقى عاملة ازاي؟ بدي للماشين صورة ممكن تكون صورة او ممكن تكون اي حاجة تانية ممكن تكون Sound Clip ممكن تكون فيلم ممكن تكون رقم بس الفكرة بسأل الماشين الصورة دي هل المفروض احطها في Group X ولا في Group Y ممكن يكون عندي Multiple Groups برضو Given ان دي حاجات انا شفتها قبل كده حطناها تحت X ودي حاجات انا شفتها قبل كده حطناها تحت Y بسؤالي أو القبول في، بسؤالي لو تخيالتوا نفسكو بتحاولوا ان انتوا تحلوا المشكلة دي ممكن واحد يبتدي يبص على مثلا الألوان بتاعـ background هايقول لي مثلا ألوان الـ background هنا معظمها أزرق والل هنا معظمها رماضي أو أبيض فانا هبص على الصورة الانتد تاني دي وعلى اساس كده هحدد ممكن حد تاني يبتدي يبص على مثلا الشعر بتاع الحيوانات دي ممكن حد تاني يبتدي يبص على برامترز مختلفة موجودة في الصورة مهم جدا ان احنا نهايلايت ان الكمبيوتر نفسه في الاول ما يعرفش يعني ايه اصلا حيواني ما يعرفش يعني ايه اصلا لما تدي لك صورة ايه اللي انت تبص عليه في الصورة بحيث ان انت تقدر تاخد قرار الاكزامبل اللي احنا بنبص عليه ده مثلا هو حاجة اسمها Acerous Animals ولا Non-Acerous Animals حيوانات عندها كورون ولا من غير كورون فباسد على كده مثلا الصورة دي المفروض ان هي تروح تتحط في جروب اكس تخيلوا كم الصور اللي المفروضة بتدي ادهالكم انتو كبني اجمين تعرفوا قرار دي يعني ايه حيوان ويعني ايه تبصوا فين انسوان لحد ما تبتدوا تعرفوا انا بحاول اطلب منكم ايه ممكن تحتاجوا مئات او الوفات من الصور علشان تبتدوا تبصوا وتطلعوا ايه الاختلافات ما بين ال two groups وبعد كده ابص على الصورة الانتد تاني وكرر احطها في اني واحدة من الاثنين دي اجان الفكرة بتاعت machine learning هدي الصورة للمشين في الاول هيديني حاجة random تماما هيقول لي y فهتدي اقول له لأ غلط الحل X وبعد كده هديلو صورة تانية واسأله ها دي تتحط في X ولا في Y برضو هيديني جواب random تماما وهقول له لأ دي المفروض تتحط هنا وهفضل اعمل كده ملايين من المرات لحد ما الموضل بتاعي او المشين تبتدين ان هي تحط وهو تكثبات correlations ما بين giving this input ده مفروض يكون output ده بيحصل في حياتنا عمتن وبنستخدموه on a daily basis تخيالوا مثلا ال email client اللي بتستخدموه على الموبايل بتاعك ازاي بيحددو ان ال email لما يجيلك يتحط في junk folder ولا recently مثلا في دلوقتي focused email واضر ايميال. الكمبنز دي بتجمع داتا كتير جدا عن الطريقة اللي احنا بتانتراكت بيها مع الابليكيشنز بتاعتهم. وانس ان انا جالي ايميال هم عارفين الـ subject line عارفين الـ content ويقدروا based على الـ response بتاعي. هل مثلا اول لما شفت بس الـ subject line روح تفاتح الايميال على طول ولا حاجة مثلا سبتها وبعد كده فرحتها في اخر اليوم. ولا حاجة لما فتحتها روح تحطتها directly في الـ junk based على الـ data اللي هم عمالين يعملوا لها collection من billions of people using those applications يقدروا انهما يعلموا model يعمل نفس الـ operations دي. اوكي اكزمبل على product مكتب عمله مكتب اسمه Thornton Tomassetti عندهم research and development team اسمه TT Core عملوا حاجة اسمها damage detector. damage detector هما بيعملوا renovation لمباني كتير جدا فواحدة من الـ tasks اللي هما يعملوها ان هما ياخدوا صور للمبنى اللي هيشتغلوا عليه ويقدروا ان هما يحددوا فين الـ damage اللي حاصل في المبنى والـ damage ده نوعه ايه. دي process لكم ان تتخيلوا ان هي حاجة هتاخد وقت كتير وناس كتيرة عمالة ان هي تحط الـ labels بتاعت فين الـ damage ونوعه ايه and so on. اللي هما عملوه تخيلوا كده بالظبط كأنكوا مدرسين في جامعة وبتعملوا curriculum أو course علشان تعلموا الـ students ان هما given an image يقدروا يحددوا فين الـ damage ونوع الـ damage ايه. فتخيلوا مثلا هتحطوا chapter 1 هتبقى عن finishing damages في المبنى من بره. Chapter 2 عن structural damages. Chapter 3 عن نوع تاني من الـ damages. وجوه كل واحدة من الحاجات دي هتبتدوا تحطوا للـ students examples كتيرة قوي of each type of damage. وبعدين مثلا كمان ممكن يكون عندي chapter في الآخر مهمة جدا اللي هي الحاجات اللي الناس لما بتشوفها بتفتكر ان هي damage بس هي actually لا مش damage. فده كده انا جمعت الـ curriculum بتاعي اللي انا هقدر اعلم به للـ students ازاي يعملوا الـ task ده. هي دي نفس الطريقة اللي احنا بنحضر او بنـ prepare بيها الـ data علشان نعمل حاجة اسمها data set. اللي احنا هنترين عليها الموضل بتاعنا. فهو ده نفس اللي الناس عملتهم. قعدوا جمعوا الصور دي كلها. جابوا ناس experts في ان هم يحددوا فين الـ damage حاصل ونوع الـ damage A. وحطوا الـ knowledge بتاعتهم دي على الصور بـ process اسمها labeling ان هم هيحددوا انواع الحاجات واماكنها فوق الصورة بالمربعات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. ويقدروا بعد كده ان هم يدوا الـ machine learning model صورة فاضية ما عليهاش المربعات الصفرة دي ويطلبوا من المشين حط المربعات على الحاجات اللي احنا interested فيها. أجان المشين ما يعرفش انت interested في ايه. ففي الاول هيقعد يحط random مربعات في اي حتة بألوان مختلفة هتلاقوا ان الالوان بتمثل categories مختلفة من الـ damage. بس لما هتبتدوا تعملوا ده ملايين من المرات وكل مرة الموضل يجاوب غلط تدولوا الإجابة الصحة لان انتوا عندكم الإجابة الصحة. هيبتدي الموضل يفهم او يعمل الـ correlations ما بين الـ input والـ output فلما تورروا له صورة ما شافهاش قبل كده يقدر انه هو يديلكوا الجواب. فاللي بيعملوه هنا انه هما بيطلعوا drones بتاخد صور كتيرة جدا للمبنى. وبعد كده الصور دي واحدة واحدة منهم بتعدي على الموضل اللي هما عملو له training بحيث انه هو الموضل يقدر يهيلايت فين الـ damage في الصورة ونوع الـ damage. وبعد كده بيجي لهم الـ output في الاخر بيبقى 3D model وعليه النقط دي كلها identifying the type and the location of the damage. ده واحد من الـ practical applications of classification task اللي هو بيقع تحت supervised learning techniques. في انواع تانية من الـ learning زي مثلاً unsupervised learning. الصور اللي انتو شايفينها قدامكو دي مش صور ناس حقيقية. دي صور ناس generated by a machine learning model. ايه اللي حاصل هنا؟ اللي حاصل هنا ان احنا عندنا model عمالين بندخلوا صور ناس حقيقية وصور random. ونسأله هل دي صورة بني آدم ولا لا. والموضل يجاوب. وآجان through learning process الامكانية بتاعت الموضل ان هو يدتكت هل الصورة دي صورة بني آدم ولا لا. عمالة بتزيد. بيبتدي highlight مثلاً في حاجة هنا مدورة دي. السيمانتكس او الدلالات اللفظية بتاعت الحاجات دي حاجة احنا بنعملها بس المشين learning model مش فهمها. بس هو فهم ان في حاجة هنا شكلها مدور كده ودي حاجة probability بتاعت وجودها في كل الصور اللي انت قلتلي ان هي صور بني آدمين عالية. تمام؟ في حاجة هنا شكلها برضو ellipse كده في الجناب وبتظهر ب probability عالية في الجزء ده من الصورة. ودي انا شايفها في كل الصور اللي انت قلت ان هي صور بني آدمين. فأجان الموضل بيبتدي يعمل ال correlations دي كلها مع نفسه كله لما بنديله صور اكتر يبص عليه. الانترستنج في الطريقة دي من الليرننج ان احنا بنروح جايبين موضل تاني ونطلب منه generate صور بني آدمين. تخيلوا كده ان انتوا جبتوا شخص فتحتوله فوتوشوب وقلتوله ابتدي لون لنا بيكسل بيكسل بحيث ان ال output في الاخر يبقى حاجة لو فرجناها للموضل الاولاني يقول لنا ايوا دي صورة بني آدم. فبقى عندنا two machine learning models competing مع بعض. واحد competing ان هو يخدع الموضل الاولاني بالcapabilities بتاعته ان هو يرسم بني آدمين والموضل الاولاني بيحاول ان هو يدتكت هل الصورة اللي بيشوفها دي صورة بني آدم حقيقي ولا a fake drawing of حاجة تانية. والبروزس دي بتفضل going on for very long time. لو جيتوا تبصوا هنا على ال statistics اللي هتلاقوها بتظهر تحت على اليمين. هتلاقوا في الاول بيعلموه على عدد بيكسل قليل بس بعد كده بيبتدوا يعلوا ال resolution. وبعد مثلا خمس ساعات او ست ساعات ده capability بتاعت الموضل اللي هو اللي بيرسم. وهتلاقوا الموضل التاني اللي هو بيحدد هل دي صورة بني آدم ولا لأ شاف عشرة مليون صورة لبني آدمين حقيقيين. فبيبتدوا through فبقين دلوقتي learning process بدل ما هي مبين مدرس اللي هو كان انا كشخص بني آدم حقيقي عمال بلايب الحاجات علشان اعلم machine. بقى two machines بيحاولوا ان هما يعلموا بعض. فده one of the learning techniques حاجة اسمها unsupervised learning. دي برضو حاجة واحدة من التاسكس اللي بنستخدم فيه unsupervised learning حاجة اسمها clustering. ان انا given data كتيرة جدا اقدر احطها في any group زي الgroups اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول في الحيوانات المختلفة. دي حاجة مثلا هتشوفوها spotify. spotify في عندهم حاجة اسمها discover weekly اللي هو كل اسبوع بيعملك play list music. بيعتقدوا ان هي اغاني هتعجبك. يعرفوا منين ان هي اغاني هتعجبني. من خلال كل الناس اللي مشتركين في الخدمة بتاعتهم بيقدروا ان هما يجمعوا data عن الناس بتسمع ايه. الاغنية اللي بيسمعوها دي. الريثم بتاحها ايه. الquality بتاعت المغني ايه. ال gender بتاع المغني اللي بيغني ايه. and through كل ال data دي. بيقدروا ان هما يعملوا لك clustering. مين بيحب اني نوع من الاغاني. فلو تخيلتوا ده مثلا كان حد راح عمل interview معاهم علشان يشوف ال taste بتاعه كrepresentation شكله عامل ازاي. فالمنظر اللي قدامنا ده مثلا بيقوله انت معظم الحاجات اللي انت بتحبها بتقع في ال genre بتاع indie folk rock. وفي حاجات تانية بتحبها في فانجسول وفي حاجات تانية بتحبها في folk and so on. وبعدين في حاجة هنا غريبة كده احنا شوفنا ان انت عمل بتعيدها كتير قوي بس هي مش تبع الحاجات اللي انت يجولي بتحبها. فطلع ان مثلا دي اهنية ولاده بنته بتسمحها كتير جدا وعلشان كده هي بينة في ال representation as anomaly. هي حاجة انت بتسمحها بس هي مش ماشية قوي مع your taste. وانس ان انا عرفت اعمل المنظر ده لشخص واحد اقدر ان انا اكمبارت مع اشخاص تانية كتير جدا. ومن خلال ال intersections بتاعت ال shapes دي اقدر ان انا اقول اوكي انت زي الشخص ده في ال taste بتاعك بس في اغاني شخص تاني زيك سمحها وانت ما سمعتهاش. فانا ممكن ابتدي اعملك recommendation ليهم واشوف هتعجابك ولا لا. نفس الفكرة في نتفلكس بيستخدموا نفس الموضوع علشان هما يعملوا clustering للناس لحاجة اسمها taste communities. عندهم حوالي sorry هي مش متين هي الفين different taste communities based على انت بتتفرج علي ايه بتتفرج علي امتى بتتفرج علي ايه بعدي السنة اللي فاتت تتفرجت علي ايه. وbased على الparameters دي كلها يقدروا ان هما يبددوا يعملوا curation لأيه الحاجات اللي بتعجبك في ال home screen بتاعتك. مش بس كده الthumbnails والdesigns بتاعت الحاجات دي customized كل شخص. فانا مثلا لو طلعلي فيلم معين عندي الthumbnails بتاعته عندك هتكون مختلفة based على taste بتاعك. نوع تاني من التعلم اسمه reinforcement learning. ده مختلف شوية عن النوعين التانين. لسه في عندنا مدرس بيحاول ان هو يساعد التلميذ اللي بيتعلم اللي هو machine learning model. بس مش بيساعده قوي زي الاول في ال supervised learning. مش كل سؤال بيحاول ان هو يديله الإجابة الصحة. تخيلوا ان انتو بتلعبوا لعبة او فتحتوا لعبة. وعندوكو قدامكو controls. ومش عارفين اللعبة بتتلعب ازاي. هتبتوكو تحاولوا تمشوا جوا اللعبة وتشوفوا فوق في ال score ايه اللي بيحصل. ال score مش شرط ان هو هي evaluate كل خطوة بتاخدوها. اللعب ما بتشتغلش كده. اللي هو ممكن تبتدو تتمشوا جوا اللعبة for 10 minutes or 15 minutes before you get a score. على الحاجة اللي انتو عملتوها قبل كده دي كانت صحة ولا غلط. And through time الموضل بيزد على ال score ده بيقدر ان هو يبتدي يفهم هو المفروض يعمله. ففي one of the companies under Google اسمهم DeepMind. ففي one of the companies they managed ان هما يعملوا training model. علشان يلعب حوالي خمسين لعبة Atari مختلفة. أحسن من معظم البني أدبين اللي لعبوا نفس اللعب دي وجابوا high scores. ممكن تعملوا search على research ده برضو تقروا عنه أكتر. فده نوع تاني مختلف من learning. Example تاني برضو by the same company DeepMind. فبقى كأنهم they are training a machine learning model to do abstract art. فبقى كأنهم they are training a machine learning model to do abstract art. فبقى كأنهم they are training a machine learning model to do abstract art. فبقى كأنهم they are training a machine learning model to do abstract art. وطبعا واحد من أكتر الاستخدامات اللي هو self driving cars. فمستعملوا in which the universe gives us your own experience. إزاي أن أنا أقدر أن أنا أحط sensors مختلفة و كاميرات على العربية وهي ماشية. وخلي ناس بني أدمين حقيين يسوقوا العربية وبعدين أقدر ببتدي أن أنا أ-trained models على given this state of the environment حواليّة بفيين الرود بفيين الإرشادات اللي على الطريق بفيين الأشخاص اللي في الشارع والرسبونس بتاع البني آدم اللي سايق تقدر ان انت تلاقي الكوريليشن ما بين الاتنين دول بحيث ان أنا لو ابتديت تديلك الانبوت من الانفارومنت اللي حواليك الموضل نفسه يقدر ياخد كرارات سيميلر للبني آدم كان سايق بيعملها كل دي استخدامات كتيرة جداً ملهاش أي علاقة بأركيتكتور فين ماشين لرننج من أركيتكتور أول سؤال لما تيجوا تعملوا أي حاجة ليها علاقة بماشين لرننج هي فين الديتا لازم يكون عندكوا كم كبير جداً من الديتا بحيث أنتوا تقدروا تعلموا الماشين أنها تعمل تاسك مهين عندنا في AEC in general Architectural Engineering Construction كإندستري we're generating a huge amount of data كل يوم سواء sketches سواء 3D models سواء output بتاع analysis بنعملها simulations سواء data بنطلحها من الجوميتري بتاعتنا علشان تروح المصنعة تتصنع والموضوع ما بيقفش عند الـ design process بس بيكمل في الـ construction process المبنى 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 ممكن يبقى بـ sensors بتجمع حاجات data كتير جداً عن إزاي البني أدمين بيستخدموا الـ spaces دي شوية examples سريعة لحاجات ابتدت تظهر ليها علاقة بـ Architecture Austrian Institute of Technology عندهم application online بتقدروا انتوا تعملوا فيه المبنى 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 الم بيقدروا ان هما يدو لك أكرة أناليسز عن المبنى في المبنى في أرلي ستاج ديزاين. بيقدروا ان هما يدو لك أكرة أناليسز عن المبنى في أرلي ستاج ديزاين. بيحتاج علشان نعمل الاناليسز ديزاين مبنى بتاعنا. اللي هما قدروا يعملوه انهما من الديتاين موجودة عندهم والاوتبوت بتاع الاستروكشي الاناليسز اللي عملوه قدروا انه هما يعملوه للمبنى كأنه بس ماسينج مودل ويعملوه ترينينج لمشين لرنينج مودل جيفن الماسز دي والطيب بتاع الاستروكشور المستخدم تقدر ان انت تبريدكت السايزينج والاستروكشور المستخدم بتاع المبنى ولا لا. وقدروا انهما يعملوه تول كده افايلبل فور اركتكتس ان ارلي ستاج ديزاين. حاجة تانية شركات بتادت تبص عليها هي فكرة ناترل لانجوش بروسسنج وهي واحد من الفيلدز اللي فيها وقدروا افايلات كتيرة جدا من ناحية ماشين لرنينج. فازاي احنا نقدر نبطدي نبص على ازاي ممكن نستخدم حاجات زي كده عندنا. ففيه شركة اسمها UpCodes اللي هما عملوه ان هما بتادوا يبصوا على تولز تقدر ان انت تعملها إنتيجرائشن جوا ريفت او 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 تقدر انها تديلك أررز او أليرت لما تعمل حاجة مش متماشية مع كود البنى في البلد اللي انتو بتبنوا فيها. او مسلا الريسيرش بايبر دي السنة دي بابلشت الناس دي جمعوا ديتا من الريل ستايت ايجنسيز ويبسايت. الويبسايت اللي هي اللي بيقجروا شقة وحاجات كده. وفيها صور بتاعت البلانز. فقدروا ان هما يعلموا ماشين لرنج موضل جفن الديسكريبشن بتاع الشقة جنريت ال 3D موضل بتاعها هيكون شكله عامل ازاي. جزء تاني ناس ابتدت تبص عليه هو ازاي ان احنا زي او سبيس ميكر اي 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 ودول اوتو دسك لسا مشترياهم من كام اسبوع. دول ابتدوا يبصوا على ازاي ان احنا نعمل برامج بحيث ان الدزاينر يقدر يدخل يحدد هو المبنى الجديد بتاعه هيتبني فين. واقدر ان انا اديله او ساعده في ال دزاين بروسس بتاعته. بان انا اديله ريل تايم اناليسيز وريل تايم دايتا عن المكان اللي هو بيبني فيه وعن ال وفيه ناس تانية ابتدت تبصوا في حدة تانية زي الكونسروكشن سايتس باقوا بيعملوا المشينيري بتاعتهم هم المشينز دي تقدروا من على الايباد تحدد انت عاوز تحفر فين وكمل فوليوم اللي انت عاوز تحفره والحاجات دي بتشتغل مع نفسها. وتاكينج انتو كونسيدراشن السيفتي بتاع الناس اللي على السايت لان هما كلهم فتد بسنسرز وكاميراز ومش محتاج حد يأوبرايت المشينيري دي. نفس الفكرة شركة تانية عملتها انسايت دوت اي اي بس بدل ما يعملوا المشينيري بتاعتهم هما دول بيقدروا ييجوا ياخدوا المشينيري اللي موجودة عندك اردي ويحطوا عليها السنسرز والمشينز والاوتومات ويحطوا الناس اللي تقدروا تتحكم فيهم. فكل دي اكزامبل موجودة النهاردة عن ازاي ماشين لرننج يقدر انه هو يساعدنا في الديزاين او في الكنستروكشن بروسس. انجانرال لما بنيجي نبص على ديتا بنقدر ان احنا نقسمهم لحقتين نوعين من الديتا. نوع اسمه Synthesized Data. Data Fake انا هعمل لها Generation لان انا مش قادر اجمع كمل ديتا اللي انا محتاجها علشان اعلم Machine Learning Model انها تعمل حاجة. وOriginal Data اللي هي ديتا موجودة عندي كمكتب او كشركة I generated خلال السنين وهي ديتا انا استخدمتها في مشاريع. وفي نفس الوقت لما نيجي نبص على انواع ال Machine Learning Models اللي ممكن نستخدمها هنلاقي فيه نوعين. فيه حاجات تانية بس احنا شايفين ان هم دول النوعين الاكثر اهمية لا Architecture in general. حاجة اسمها Surrogate Models وحاجة اسمها Design Assistance Model. Surrogate Models هم خلوني هفرقكو هنا على مشروع عملنا في Foster & Partners. ده واحد من الاناليسيز اللي احنا بنستخدمها كتير جدا علشان نـ Evaluate الPerformance بتاع Floor Plans. حاجة اسمها Connectivity Analysis وحاجة اسمها Visual Exposure Analysis. Connectivity Analysis هو لو ده البلان بتاعي وديه Furniture والحطان and so on. الده ايه كل نقطة في البلان ده is well connected لكل النقطة التانية. الده ايه Accessible. والنوع التاني بتاع الاناليسيز اللي هو Visual Connectivity لو انا واقف في النقطة دي. الده ايه من البلان حواليه Exposed. وديه حاجات ما نستخدمها ان احنا نـ Evaluate مثلا لو الـ Designer بيقول انا عملت الجزء ده من الـ Space علشان يبقى يساعد الـ Interaction ما بين الناس ويعمله collaboration and so on. فلو جينا نعمل الاناليسيز ولقينا مثلا ان هو حاجة زرق زي دي. اللي هي حاجة مش well connected و visually مش accessible لكل المشروع. يبقى نقدر ان احنا نقول اللي انت بتقوله ده مش هيحصل. فدول two analysis الـ Designers بيستخدموهم كتير جدا to evaluate plans بتاعته. وبياخدوا وقت كتير جدا to run. من كام سنة كان على plan مثلا بياخد 8 دقايق علشان نران الـ Analysis ده. انا recently قدرنا ان احنا نقللها لثنية ونص. بس still الموضوع مش real time. لو انا هعد اغير الفرنiture بتاعي والـ Setup بتاع الـ Spaces. ثنية ونص دي برضو كتير. فusing Machine Learning قدرنا ان احنا نعمل curriculum أو نcreate our data set بتاعت ازاي نعلم Machine Learning Model given الـ Input بتاع الـ Plan ده. ازاي يقدر ان هو ي-predict الـ Two Analysis دول هيكونوا عاملين ازاي. فعملنا synthetic data. We generated data لـ Different Typologies of Spaces. حاجات room based وحاجات open layout based. وعملنا الـ Analysis للاتنين. الـ Analysis اللي هو بياخد وقت. جمعنا مثلا ألفين صورة من دول وألفين صورة من دول. ويران الـ Two Types of Analysis عليهم كلهم. وبعد كده قدرنا ان احنا ندي الموضل ده. نبتدي نعلمه. لو ده الـ Input بتاع، لو ده الـ Plan بتاعك. الـ Prediction بتاع الـ Analysis ده المفروض يكون عامل ازاي. في الأول طبعا زي ما انتم متخيلين الـ Output بتاع الموضل هيكون completely random غلط خالص. كل step بنقدر ان احنا نصلح للموضل الـ Answer بتاعه المفروض يكون عامل ازاي. فـ Through time you will see this is the correct answer on the left. This is the model's answer. هو بيجاوب بها كل ما نسأله نفس السؤال خلال مرحلة التعلم بتاعته. وعلى اليمين هنا الفرق ما بين اللي هو قد اين تغلط. لو ده بقى كله غامق اللي هو اقرب للصفر يبقى هو جاوب في كل الاماكن صح. Okay. As you can see through time and through training عمال بيجاوب او بيقرب للجواب الصح. وحاجة مهمة ان انتو تجمعوها انه في Machine Learning Models الفكرة ان انا بحاول اتبريدكت الجواب الصح ايه على قد ما اقدر بطريقة ريبة من الحقيقة. Again it's a good output for early stage design يقدر الـ designer ان هو ياخد قرارات based عليها وبعد كده later on once ان هو وصل لـ option عاوز يـ validate هل هو صح ولا لا. يقدر يران الـ actual analysis that will take a lot of time. We published a paper على الموضوع ذات. يقدروا you can search and see the whole process. إزاي we created the data. إزاي we trained the model. إزاي we evaluated the models. إيجزمبل تاني يقع تحت the other type of machine learning models اللي هو design assist models. إبتدينا نبص على different tasks الـ designers بيعملوها جوا المكتب. وهل من الممكن إن إحنا نستخدم machine learning إن هو يساعد الـ designers فيهم ولا لا. فالتاس بتاع furniture layout planning اللي هو لو وديتك plan فاضي ما فوهوش غير الحيطان الأبواب الشبابيك. وقلت لك لو إحنا ده office الفرنتشر المفروض يكون جوا إزاي. ده furniture layout planning. أجان في tasks دي ده ده كان الحاجة اللي أنا I researched in my thesis في المسترز ودي اللي مكملين عليها في المكتب عندنا دلوقتي. ساعة المسترز ابتديت أفكر إزاي إن أنا أقدر أجيب data علشان أحلي بيها مشكلة زي كده. أول حاجة جات في دماغي online architectural magazines. كل يوم بينزل عشرة خمستاشر مشروع جديد كلهم فيهم الـ plans بتاعتهم بال cross sections and so on. فهلا أقدر إن أنا ألفرج النولج بتاع الناس دي كلها إن أنا أعلم machine that can do the same task. جمعنا الـ data الأول وبعدين ابتدينا نبص على الـ items اللي إحنا we're interested in the furniture. and one of the problems كانت إن كل مكتب بيستخدم symbols مختلفة تماماً for the same type of furniture. فإزاي إن إحنا نقدر نسهل الـ representation دي للموديل علشان يتعلم حاجة مفيدة. فابتديت أفكر في pipeline for teaching the model something new. And this pipeline ممكن إن إحنا نستخدمه في مشاكل كتيرة جداً جوال architectural design process. بس أول حاجة مهمة هي ممكن تتخيل إن إنت بيدخل لك data. You need to process it somehow. And based on this processing, you will start synthesizing أو creating new solutions. In this specific task, the processing كان مهمة أوي أعرف لو أنا قدامي floor plan ثاني القوض المختلفة، ثاني الفرش اللي جوه كل قوضة، والطائب بتاع كل piece of furniture A. فابتدينا نبص إزاي نعمل الموضوع ده بطريقة automated. جمعنا صور كتيرة جداً، ولاقينا إن في مشاكل، ساعات الناس في الweb sites بيبقى مثلاً كاتب إن هي صورة plan بس هي مش صورة plan. فدي كانت واحدة من الحاجات اللي المفروض نعلم الموضة اللي يعملها مع نفسه. إن أنا كل يوم هتدي لك 10-15 مشروع الجداب وإنت مع نفسك شوف مين من الصور اللي جواهم دي صور plans وبعد كده شوف هل الصورة دي جواها فرش ولا لأ بحيث إن أنت تقدر تستخدم الصورة دي علشان تتعلم التاسك اللي أنا عاوزك تتعلمه. كان في حاجات كتيرة جداً الحاجة اللي كنت اختارت أبص عليها في الفترة القصيرة بتاعت الـ thesis بتاعت اللي كانت حوالي ثلاثة أو أربع شهور هي كانت localization هي مشكلة إزاي حدد الفرش في الـ plan وأقول نوعه إيه. وأجان زي الـ examples اللي وريتها لكوا قبل كده لو إحنا هنعمل supervised learning فأنا محتاج حد فاهم فين الفرش وأنواعه إيه. يحط الـ knowledge بدعته على الصور. المشكلة دي علشان في الآخر إن أنا given منظر زي اللي على الشمال ده اللي هو قوضة فضية متحدد فيها فين الباب وفين الشباك. إديني الفرش المفروض يكون عامل إزاي أو مكانه فين. واحدة من الحاجات اللي بتواجهنا in architecture in general using data اللي إحنا بنعملها علشان نعلم machine learning models حاجات إن إحنا we need expert knowledge. محتاجين ناس architect professionals يساعدون إن هم يحطوا knowledge بتاعتهم دي على الـ data. example مثلا لما جوجل عملوا حاجة اسمها quick draw وكانت إن هي بيحاولوا يعملوا برنامج يقدر إن هو وإنتوا بترسموا حاجة يقول لكم الحاجة اللي إنتوا بترسموها دي إيه. أجمعوا data كتير جدا من الناس على facebook اللي كانوا بيستخدموا البرنامج ده جمعوا مش باكر حوالي 50 مليون رسمة مختلفة classified into 345 category موذجة عربية طيارة ومش بس الـ final output بس كمان الـ strokes بتاعتكو كانت بتترسم إزاي خلال الـ time الوقت وقدروا بالحاجات دي كلها إن هم يعملوا application بتبتدي ترسم فيه حاجة والبرنامج يكمل رسم معاك. فهو فهم إن ده مثلاً grass فأنت موص روبي الحاجة التانية اللي هترسمها بعد كده هتبقى وردة. ولو ما عجبتكش الوردة اللي أنا رسمتها لك أعدل شكل الوردة وأنا هكمل رسم وردة تاني بنفس الشكل. فبقى فيه collaboration حاصل ما بين التول دي of drawing وما بين الشخص اللي بيرسم. بس علشان نوصل للمرحلة دي you can imagine again the amount of data 50 مليون رسمة اللي جمعوها. وقد إيه كان سهل إن هم يجمعوا 50 مليون رسمة لإن ممكن نروح للعالم ونقوله إرسم موزة هيرسموا موزة. فهي دي واحدة من ال-obstacles اللي بتواجهنا في الفيل بتاع architecture. إن إحنا to collect the data, we need people who can help us annotate this data, label this data, classify this data and import the knowledge بتاعتهم على ال-data دي somehow. أنا علشان I'm running out of time, I'll skip this and I'll jump للنقط اللي في الآخر. إيه اللي هيحصل في المستقبل القريب؟ أول حاجة بتهيألي خلال الكام سنة الجاية دي هنبتدي نشوف رولز جديدة جوه architectural companies. وهي رولز it would be interesting to see architects fill. لأن حالين الرولز دي موجودة في disciplines تانية بس ما عندهمش أي خلفية عن العمارة والبروستس بتاعت التصميم والبروستس بتاعت البناء. بس it will be interested to see data scientists and data analysts that have for example architectural background. نسي إزاي الناس دي لما يتحطوا في شركات معمرية أو في شركات construction هيغيروا من الطرق اللي إحنا بنعمل بيها المشاريع بتاعتنا. فهنبتدي نشوف حاجات زي chief data officers، حاجات زي data ethicists اللي هما هيبتدوا يبصوا على ال ethics behind collecting data من الناس اللي عايشين في المشاريع بتاعتنا علشان نستخدمها في المشاريع التانية اللي إحنا هنعملها. وبرضو واحدة من الحاجات اللي هتحصل إن احنا هنبتدي نشوف فصل ما بين IT اللي هو أي شركة كبيرة دلوقتي فيها department بتاعت IT information technology وللأسف ال departments دي عندها بتاخد قرارات كتيرة جدا عن إزاي الشركات تتحكم في ال data بتاعتها. لأسف الناس اللي فاهمين أكثر ال data اللي ها علاقة بالبزنس نفسه نعمل بيها إيه، فهنبتدي نشوف الفصل ما بين من departments بتاعت IT و departments مسؤولة عن ال data that is generated في كل المشاريع اللي انتو بتستخدموها في كل ال optioneering اللي بيحصل على كل مشروع وإزاي نحنا نلفرج ال data دي سواء في مشاريع جاية أو إن احنا نبتدي نعمل النطور ما بينチャンネル الناس. المشاريع اللي هي الوصول احتوال الناس اللي هي الوصول ل دي سواء مجدد طبقات السواء التي تشف الهاية تشف الناس اللي يستخدم. المشاريعات اللي هي aufb- ازاي نحن نبتود شركات كبيرة اللي هي هي ووي هي الوصول لها الم empleة الشركات بجمال حيثة المحن فرات الإمامة بالتصال هنم مليون أخرى إزاي نواقفهم مايبقوش هما المنابلز في الـ new way of doing things فهتلاقوا فيه regulations كتيرة جداً ابتدت تبص على إزاي نحنا نسمح لـ smaller companies يعملوا alliances أو يجمعوا الـ data بتاعتهم مع بعض بطريقة تحفظ الـ privacy والـ security بتاع their intellectual property بردو هنبتدي نشوف تغيرات في الطريقة اللي إحنا بندرس بيها عمارة in general بتاعتلي دي نقطة مهمة جداً في تدريس عمارة إن إحنا نبطل نلمت عمارة بالجزء الـ subjective of the design process نبتدي نعلم الناس is how to run a business the importance of data in your business بس مش بس architects بيحاولوا إن هما يثبتوا الـ value بتاعت اللي هما بيعملوه من خلال الوقت اللي بيطبقوه كل يوم على المشاريع اللي بيعملوه مش هو ده الهدف الهدف في الآخر إن architecture تبقى زي any other technology or other businesses قادرين على استخدام الـ data اللي بيعملوه في كل مشروع إن هما يحسنوا من نفسهم قادرين إن هما يثبتوا لأي client إن إحنا we are proficient in what we're doing not just by experience بس by the books we're collecting data we know what we did wrong في كل المشاريع اللي فاتت we know how to utilize this data to make a better project for you فبتعيالي دي دي حاجات كتيرة جداً المفروض نبتدي نفكر في إزاي إحنا هندخلها في التدريس أو الـ curriculum بتاع architecture in general حاجات تانية زي vertical integration هنبتدي نشوف شركات زي مثلاً إجسامبل بتاع we work شركات focusing على vertical integration من بداية الـ design للـ construction and operation of the buildings بهدف إن هما يبقى عندهم full ownership of the whole process ويقدروا يجمعوا الـ data من كل المراحل فدي برضو حاجة هنبتدي نلاقي new startups and new companies putting money في الجزئية دي حاجة تانية برضو حاجات ليها علاقة بالـ intellectual property مثلاً شركات زي الشركات اللي أنا وريتها لكم في الأول اللي بيعملوا cloud-based applications الـ intellectual property بتاعتهم في الآخر هي الـ models اللي هما عملوا لها training عندهم واللي هما are offering them to you as a service بس علشان يددو لك الـ service دي ما ينفعش يددو لك الـ model ده في إيدك عندك على الـ computer تعمل بيه اللي انت عاوز لان this is their company this is the IP of their company فعلشان كده هنلاقي ان معظم الشركات دي هيبتدوا يتبعوا model ان انت اللي بتبعت لهم الـ data بتاعتك وهما يران الـ model ده على الـ data بتاعتك ويدي لك الجواب في الآخر بس هل الشركات المعمرية هتبقى عاوزة تعمل كده اللي هي تدي الـ data بتاعتها لشخص تاني بيبني الـ business بتاعته أصلاً على الـ data بتاعتك فهيبتدي يظهر مشاكل كتيرة جداً فكرة intellectual property and who owns the right of the data and how we can share the models between us without ruining the intellectual property of one or the other والحاجات دي برضو مش مقتصرة على العمارة او البناء شخصياً هي مشاكل في حاجات تانية كتير زي machine learning اسمي الـ... أو حاجات تانية مهمه برضو��بايس ان احنا لو هنبتدي ان احنا نعلم فمثلا تسلا اكتشفوا بعد ما بدهوا يشتغلوا على على عربية تسوق نفسها ان العربية بتسوق نفسها احسن بكتير جدا بيحصل بيحصل ان العربية ويحصل بيحصلة في الشكلة فكل الـData' للموضل التعلم عليها هي بيحصل لـيحصل والوصية فبقيت العربية ما ينفعش انها تتسوقها في الشاينة أو مشاكل كتيرة جداً لو عملتوا search على bias and machine learning هتبتروا تشوفوا زي مثلاً police departments in the United States بيستخدموا machine learning models علشان يعملوا facial detection لcriminals وزي أن المodels مثلاً بقت biased towards for example black people and for some reason the people who trained the model were usually using the images of white people فبقى لما تدخل سورة بتاعت شخص from a different ethnicity بقى هو دا الانوملي من ال knowledge اللي المodel يعرفها فزي نحن نحط regulations على data collection والدata use بتاع الحاجات دي كلها علشان to stop the models being biased ففي الآخر إمتى we can expect يبقى فيه artificial general intelligence هتلاقوا كل سنة بيحصل سيرفي عن الموضوع دا وبيسألوا فيه ناس من researchers that are publishing in this area هتلاقوا الإجابات بتتراوح ما بين سنين كتيرة جدا ف until now no one knows موضوع artificial general intelligence دا هيحصل إمتى الموضوع medium answer usually 2040 بس أجانده ما يمنعش ان النهارده من دلوقتي فيه innovations كتيرة جدا في المجال دا والمفروض نكون ان احنا بنستفيد بيها في مجال نحن دي قوت مهمة كان حد اسمو فلوكس نانسا هو راديولوجست قالها لما ابتدا يحصل ان موضلس كتيرة جدا ابتدوا يستخدموها ان هم تبينبوين فين anomalies معينة في X-rays and so on والراديولوجست ابتدوا يخافوا على شغلهم كان بيقول ان artificial intelligence will not replace راديولوجست but radiologists who do not use AI will be replaced by those who do زي اي تكنولوجي جديدة لو ما ابتدناش ان احنا نغير من الطريقة اللي بنتعلم بيها عمارة والطريقة اللي احنا بنعمل بيها عمارة وبنا علشان نستخدم ال new تكنولوجست حدتين بيستخدمهم هايجي ويريبلايس اس I hope الليكتشر كانت مفيدة لكم ولو اي حد عنده اي اسئلة تقدروا تسألو واسف على الاطالة شكرا مهندس شريف احنا فعليا خبرنا الجميع اذا احد عنده اسئلة يرسل لها احنا بدأ تيجي ناسئلة فعلا بس هننتظر تيجي كمه ناسئلة على اساس نبدأ فيهم حد بيسأل 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 كل الحاجات دي احنا في لحظة معينة من التاريخ كده بيسأل لان قبل كده النالج وان انت تتعلم الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي كان صعب اوي توصل لها من مصر مثلا او من اي حتة تانية المدليست بس nowadays في كم programs university programs اللي هي كم ممكن تدفع لها الافات من الدولارات علشان تحضرها كلها موجودة for free online لو تدي تتبصوا على حاجات زي كورسيرا حاجات زي خان اكاديمي حاجات زي في مين تاني كدنزي كل دول online resources موجود عليها كورسز كتير جدا لها علاقة بالمواضيع دي واحدة من المشاكل دايما في الجزئية دي بتبقى ان شوية من الكورسز دي بتعلم ازاي تستخدم التول بس مش بتعلم ازاي ان انت تنتجرات it within your process I guess الجزئية دي مش هتعرف ان انتو تتعلموها غير لو قريتوا اكتر من الكورسز اللي هتلاقوها موجودة اريتوا اكتر عن research paper عن theories behind the use of those technologies within design process فلازم الحاكتين دول online courses and reading new publications ليهم علاقة computational design ليهم علاقة machine learning and architectural design and so on في سوال من عبدالله how that machine understands script or the code that you write and actually apply is there a process in the middle machine مش بتفهم script هو احنا كنا بنقارن ما بين traditional approach اللي هو لما كنت بتعمل script و new approach new approach هو ان في حد like machine learning scientist or something هو اللي عمل script بتاع machine learning model ال script ده علشان انت تستخدم محتاج انت تديب تدي له inputs وتدي له outputs وتعمل العملية اللي اسمها training process اللي هي من خلالها بتبتدي تدي له input وتسأله الاجابة المفروض تكون عاملة ازاي هيدي لك output ال output usually في الاول بيبقى غلط فتقدر انت من خلال الاجابات المodel answers اللي موجودة عندك قردي تصحح له من اجابته وبتفضل تعمل ال process ده كتير جدا لحد ما يقدر ان هو يجاوب اجابة صحيحة على your inputs الماشين learning موضل اللي احنا نتكلم عليه ده في الاخر هو script it's a program someone wrote وهيشتغل على الكمبيوتر بس someone interested ان هو يستخدم الموضوع ده في الdomain بتاعنا بتاع architecture مش محتاج اوي ان انت تدخل في details بتاعته ده برضو difference مهم ان احنا نعمل at the end of the day اللي هو انت لو as a designer you will use machine learning models and something at the end of the day you're not a machine learning scientist unless you went and studied for four years statistics and probability theory and programming and machine learning and so on انت في الاخر you're interested in utilizing a new technology في نقطة انه طريقة التعليم في العمارة او الطريقة الحالية اللي احنا موجودة عنا بشكل عام بس بغضو نظر حتى لو تغيرت حتاخد وقت تغييرها حياخد كتير أسرع أبطأ كتير من التغير العالمي اللي بيصير في التكنولوجي وال الادوبتيشن الاخر حتى عشان تطبق التكنولوجيا زاء وتبدأ تستعملها لازم تكون متمكن عشان تعرف اش هتستعمله ومش بس انه مش هتقلب اي تي خينا حكي او بروغرمر او كودي فبدك تكون بين التنين فعليا عارف من هنا وعارف من هنا عشان تشتغل بالنص اجن والموضوع مش هيحصل في يوم وليلة طبعا يعني لازم ولازم تعرف عن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي وتقرأ علشان تقدر تستخدمها يعني بشوف انا بقالي بدرس حوالي 11 او 12 سنة دلوقتي وبشوف ناس كتيرة جدا اللي هو انترستد في الايديا اللي هي بتاعت يوم وليلة اعمل حاجة وبتشوف بتاع بروس ازاي فما ما تحاولوش انتو تخلو هو دا التارج بتاع كنا انا في يوم وليلة اه هستخدم دا لا اقروا شوفوا الناس التانية بتستخدم الحاجات دي ازاي خلوا في عندكو critical thinking ان انتو تبصوا على ال products بتاعت ناس تانية وتقدروا ان انتو تقولوا هل دا فعلا حلو ولا الوحش وهل انا بعمله just for the sake of saying انا بستخدم الحاجات الجديدة دي ولا بعمله علشان هو فعلا حاجة بتساعدني في البروسيس بتاعتي وبتديني امكانية ان انا اعمل better designs for the people I'm designing for بتاعت لي مفيش وصفة اقدر ادهالكو علشان في يوم وليلة تبقوا proficient في الحاجات دي كلها بس persistence ان انتو تتعلموا capability ان انتو بتاعت لي اهم حاجة is google google هو اهم صديق لكم لو ممتعرفوش تستخدموا google علشان تعملوا search على حاجة في دماغكو دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا فمسلا واحدة من الحاجات اللي بتبقى صعبة قوي مثلا حاجة زي machine learning حاجة you're interested انتو تتعلموها لو مش عارفين terms in english مش هتعرفو تعملوا search على اي اللي انتو عاوزين تعملوه بالضبط اه فاول حاجة english لازم تكونوا عارفين terminologies in english تاني حاجة تعرفو تستخدموا google وتعرفو تروحوا فين علشان تسألوا وتدوروا حاجات زي quora حاجات بتبص على الاستخدام بتاع new technologies in the architectural design process حاجات زي forbes magazine حاجات زي MIT technology review كل الحاجات دي هت دايما لو متابعين ها هتوري لكم اي الجديد اللي بيحصل في العالم وهتبقوا مطلعين وكمان هتبتدوا يبقى عندكم اراء كنتوا ازاي ان انا حاجة جديدة في discipline مختلف ممكن استخدامها عندنا طيب يعني في سؤال هي نقطة فعليا مجموعة اسئلة كثيرة كلاياتها من وين ابدأ ايش الكتب لقرأها المواقع في بس المواقع التي انت ذكرت تعت الترينينج هي مهمة بصراحة في مجال تكتب لنا اياها عال شاك بات نعم في Sawyer كانت ذال اهم الحاجات في مثلا حاجات فوقس اكتر على حاجة فوقس اكتر على تولز حاجة من هيه بعضية على ت KPV and the importance and the thought behind using those tools حاجة مثلن زي think parametric بس مفيش حاجة تانية في دماغي حاليا بتهايق لي اهم واحد بتهايق لي هو ميديم ميديم is a website اكتر منه زي بلوغز لما بتيقوا تعملوا سبسكريبشن بيسألكو على الحاجات اللي انتو انتريست فيها هتلاوي فيها حاجات ليها علاقة باركتكتر حاجات ليها علاقة بديزاين حاجات ليها علاقة بتكنولوجي وستطيع انتبه خطير ما تشخدمه وستطيع انتبه اكتر من ميديم من الناس من مختلف انحاء العالم عن اي جديد فده بارده بشوفها كحاجة تخليكم اطلعين على الي بيحصل انا كان فعلا نفسي نكمل فى الاسئلة بس الوقت فعلا دهمنا بصراحة بحاضرة قيمة جدا وفيها تفاصيل جداً كتيرة وكان نفسنا حتى نكمل بالتفاصيل العرضي لأنت بس لأسف عدينا عنها بس فيها زخم فعلاً كتير مهم نشكرك تاني مرة قبول الدعوة ونشكر جميع الحضور يظلوا معنا لآخر من الوقت إحنا فعلياً إذا في أحد حابب أسئلة تانية ممكن يوصلوها على الإيميل لأركنات وإحنا ممكن بعدين نعمل زي سامرايز معاك إذا بتحب نفيد الناس كلها فيها ونرجع الثاني مرة أنا حطت الإيميل برضو على الشات ومتضلنا على تواصل بإذن الله شكراً مودس شريف شكراً حيك ياهلا وسهلا